احنا نرجع تاني إننا لا أموركم أن تصبحوا بقرة آية 67 سورة البقرة عندي تساؤلين اه ادعو لنا يا ربك يبين لنا ماهي هنا ادعو لنا ربك هو مش ربنا كلنا أليس وجميع مؤمنين الله عليك ماذا يا ربك ابننا الكريم المحترم محمد مسعد أشار إلى حاجة في منتهى الأهمية بيقولونه ادعو لنا يا ربك طب هو مش ربكم نبضي تعنت تخيل انت لما تقول لأخوك ايه روح اقول لأبوك مش معترفين بربنا ايه 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 روح اقول لأبوك دي هو مش أبوك انت كمان ولا ايه ده انت بتقول لأخوك بتكلم أخوك روح اقول لأبوك اسمه روح اقول لبابا مش روح اقول لأبوك ايه أبوك دي فالحقيقة ادعو لنا يا ربك كأنه مش تبعهم خالص هم الأسب الشديد بص كوكتيل من سوق الأدم حاجة ادعو لنا يا ربك يبين لنا ايه السؤال بقى يبين لنا ما هي طيب ما هي بقرة لماذا يبين لنا ما هي تخيل حضرتك واحد يقول له ايه الدين التليفون يقولك ايه هو التليفون لو واحد النهاردة يقولك الدين الموبايل يقولك ايه هو الموبايل الدين الكوباية يقولك يعني ايه كوباية هترد عطوها هتتدايق ولا مش هتتدايق فبيقولون بقرة قالوا يدعوا لنا ربك يبين لنا ما هي حاجة طبعا هو كان مسهل عليهم في الأول بكرة وخلاص لكن لازم بقى بقين إيه هي طب سنها كم طب لونها إيه لحد ما يعني بقيت حاجة ندرة يعني وهما كمان بيقولونه إيه يعني يعني يا ريتو هو الإجابة عنده يا دعاء ده هو بيقولونه أدعو لنا ربك دايما الخطاب دايما الخطاب غير موجه لسيدنا موسى ويعني أي سؤال بيسألوه بيسألوه أقوله لربك يعني ليه هو ما بيسألوش النبي نفسه هو نبي والمفروض يعني ربنا أدعو لنا ربنا لكن ديك شفت يا سيدي قاء أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي رد عليهم سيدنا موسى قال لهم إيه قال إنه يقول أكمل قال إنه يقول إيه إنه يقول دي ده سيدنا موسى بيكرر تاني يقولون خدوا بلكوا ده مش كلامي أنا ده أمر إلهي إنه يقول إنها بقارة لا فارد ولا بكر عوانوا بين ذلك يلا اخلاصوا ففعلوا ما تؤمرون يبقى هنا فلا فارد ولا بكر أفادت إيه هذا المعنى لا فارد يعني مش كبيرة في السن ولا صغير ولا صغير يعني إيه السابلون المساحة واسعة برضو واسعة أنا بقى عاوزكم تاخدوا بلكوا إن الوسطية دي هي اسلوب القرآن في كل القصص واسلوب القرآن في كل الأحكام الفقهية كل أحكام التشريعية وسط يقولك زيتونة لا شرقية ولا غربية وسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تبسطها كل بسط واسط والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا واسط ولا تجعل بصلاتك ولا تخافد بها واسط إذن يا فضلت الشيخ نقدر نقولي إن القصص القرآني لم يأتي لبس امتاع أو ادخال القارئ في النص لكن هو جاء ليرسي مبادئ اجتماعية أو ليرسي مبادئ لينية محتاجة تفكير محتاجة تبصر محتاجة دخول لعمق الفلسفة فيها أنا محتاجة أتعلم على إيدك يا محمد لا العفو لا العفو اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي السؤال أحلى من الإجابة اللي بتقوله ده اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله لقواته إلا بالله الله أكبر صح كلامك إنت جبت الموضوع صح القرآن الكريم مش جايب فقط للتسلية النفوس والتسلية عن القلوب إنما جاء القرآن أيضا لإرساء مجموعة من القيم والأداب المجتمعية التي يستقيم عليها حال الفرد والمجتمع هكذا نزل القرآن وهكذا نزل القرآن ولذا عبر عن القرآن عن قصص قرآني بأحسن القصص أحسن القصص لأنه قصص إيه؟ بناء هتعتبر عبرة يعني فإحنا بنعبر مثلا من مكاني هنا في إيماني بعد القصة بعبر بخطوة تانية أو بتقدم خطوة في إيماني تاني من ربنا بعد ما أسمع القصص دي وشوف العبر اللي فيها وشوف يعني اتفرج يا عم على الجمال بتاع الشباب جول بتكلم عبر يعني عبر العبر دي هي الانتقال من درس إلى مفهوم والانتقال من مفهوم إلى أداب والانتقال من أداب إلى قيم والانتقال من قيم إلى سلوك ولذلك بفلان يعبر النهر يعني بينتقل من ضفة إلى ضفة عشان كده قال لك قد كان في قصصهم عبرة العبرة هي أن تأخذ درسا من ماضيك لحاضرك فمن لم يتبصر العواقب ليس له في الدهر صاحب وده اللي فاضلت الإمام ده برضو اللي خلانا إن القرآن كل كلام فيه معبر على الحاجة يعني لما هم قاموا سيدنا موسى سألوه عن القاتل كان ممكن سيدنا موسى ربنا يقوح لي بيقاتل عطل ويقول لهم يعني أقول لهم القاتل كذا ولكن حب أن يكون في قصة ويكون في عبرة يعني القرآن بيجوابش على سؤال بممتاز ولما أن ربنا قادر أنه يعمل ده ولكن عايز يبيني أن كل حاجة لها سبب يعني أنا مثلا قلت لكم كذا علشان أقطص مثلا الجزء بتاع البقرة فهديكم عبرة منه إن كل قصة أو كل فعل بيحصل في حياتكم ليه عبرة أنا مش هديكم الإجابة بمنتازة سؤالة لا أنت نبدع النهار لا أنت النهار ده فورة يعني ما شاء الله عليك ده نقدر نبرر منه أو نفهم منه فلسفة السيد الرئيس لما دائما بيوصي فلسفة معالي وزير الأوقاف لما بيعمل المسابقات القرآنية وحتى المؤسسات العلمية المختلفة في المدينة تقول مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه لا تقتصر بس على كلمة الحفظ لكن تضيف في اسم المسابقة وعنوانها كلمة الفهم أحسن ما قلت لأن هو الحقيقة إحنا المشكلة عندنا مش في الحفظة تلعن المشكلة في الفاهيمين لما يحفظون